طيب سماحة الشيخ أيضا نرجع إلى قضية الردة يعني الآن إثبات هذا الحد يعني أنا أريد التنبيه على أن الحكم ليس موكولا لأحد الأفراد وإنما هو حكم قضائي ولابد أن يكون هذا القاضي أو هؤلاء القضاء على درجة يعني من العلم ولابد أن تزال الشبهة عن هذا المحكوم عليه لأن حصل عندنا قضية يعني بأن فتاة تنصرت فالقاضي جاء بها في جلسة مستغرقت ربما نصف ساعة وكان يرى يعني المندوبون لاتحاد الأوروبي موجودين في القاعة فجاء بأحد الشيخ وقال له يعني ناقشها أبدا يعني تتجاوب معه فالقاضي مباشرة حكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت وضجت الدنيا أنا أذكر كنت في إيطاليا هذا الحكم صدر يوم الخميس يوم الجمعة خرجت المظاهرات في إيطاليا منددة وكثير من الناس أيضا طرح يعني قضية لا إكراها في الدين بالنسبة لهذا النوع من الأمور لا بد فيها من الحكمة نعم وأن يكون القاضي صاحب حكمة ومراعي أيضا للظروف والأحوال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تحمل المصاحب إلى أرض الحرب وأصحابه نهى عن إقامة الحدود في أرض العدو نعم لأن لا يفر الإنسان إليهم نعم لأن لا يفتر نعم ولذلك سعدون أبي وقاص لما شرب أبو محجن الثقة في الخمر وهو في الوقت القادسية في وقت الحرب وضعه في القيد ولم يقم عليه الحد نعم فلما رأى فعله حين رأى الشدة على المسلمين سأل امرأة سعد أن تطلقه أن تطلقه وتعطيه فرس سعد البلقاء نعم فإذا استشهد فكفاهم الله شره نعم وإذا عاد يتعهد لها ويقسم أن يرد رجله في القيد نعم ففعلت المرأة وسعد يدير المعركة فكان يقول الطعن طعن أبي محجن والضبر ضبر البلقاء ولكن أبا محجن في القيد والبلقاء وفي الإصطبر نعم فأنكى في العدو نكاية كبيرة الله فلما رجع وحدثت سعد بالقصة قال له لن أجلدك في الخمر بعدها قال وانا لا أذوقها بعد الله فتاب منها وهو الذي كان يقول إذا ميت فاتفني إلى جنب كرمة يروي عظامي في الممات عروقها ولا تدفرني بالفلات فإنني أخاف إذا ميت ألا أذوقها لا إله لكن الله أداه وتاب عليه الحكمة الحكمة في هذا عمر من الخطاب في عام الرمادة كان الناس من الجوع يسرقون فأسقط حد السرقة في ذلك العام عن السارقين لأن شرطه ما توفر شرطه ما توفر نعم فلذلك مثل هذا النوع كأنك في المواجهة أمام الإعلام وإذا أردت أن تحكم لك ألف طريقة وطريقة يمكن أن تحكم بها بشراء الله دون أن تثير صحر لآخرين وعندك مندوحة في قول أبي حنيفة نعم أن المرأة لا تقتل بالردة وأنها داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء وأن دلالة العام قبل التخصيص قطعية ترجمة نانسي قنقر